السلام عليكم يا بشوانتسين معكم دكتورة شيماء فتحي من قسمر المدني هندسة الدرعي والهايدرويكا هكمل معكم اول اربع محاضرات ان شاء الله من كورس الفندامنتل اوف انجينيرينج هو كورس بعيد شوية عن التخصص بتاع الهندسة دايما احنا لما بنخش المحاضرات في كورسات زي دي اللي هي مش مات مش فازكس مش حاجة تعلمك ديزاين لحاجة بعد التخرج او كده بلاقي ان الطالب دايما بيسأل نفسه السؤال اللي هو انا باخد المادة دي ليه انا هجاوبك على السؤال ده من وجهة النظرين من وجهة نظرك كطالب ومن وجهة نظري انا كمحاضر بالنسبة لك تاخد المادة دي ليه تاخد المادة دي لان هي مادة هتخرجك شوية من مود الهندسة هتبدأ تتعامل لمن فيها حاجات جنرال نالج حلوة ليك هتعرف فيها كم حاجة كده هتساعدك في المستقبل في الدراسة بتاعتك اني محاضرة ان شاء الله هنعلمك ازاي تنقل دماغك من ان انت بتذاكر في مدرسة الى ان انت بتذاكر معنا في الكلية فمعلومات لطيفة وهدفيتك كانسان يعني كطالب تاني حاجة مادة برضو انا شايفة ان هي مقارنة بمواد تقيلة عندك في الكلية فهي مادة تقدر تجمع فيها معلومات كويسة او جي بي كويس يعرف عليك جي بي اي بتاعك ده من وجهة نظرك كطالب طيب انا كمحاضر ادي لك مادة كده ليه انا بشوف او على يعني سنين الوقت اللي احنا تخرجناه وشوفنا المهندسين اللي اتخرجوا من الكلية لقينا لاحزنا حاجة مهمة جدا ان مش اشتر مهندس برا او مش الحد اللي بيقبى مطلوب اوي برا هو اشتر واحد في الدفع مش لازم الاول على الدفع او الترتيب الاول هو اللي بيبقى احسن مهندس في السوق طيب احسن مهندس في السوق دي ايه بيجيبها ازاي بيجيبها من انه يبقى مع انه تكنيكال شاطر يبقى جزء منها personality personality بتاعته لما تبقى قوية او عنده presentation skills كويسة عنده general knowledge كويس عنده طريقة how to deal with problem الحاجات دي كلها بتعليه كسالري كحد انا لو صاحب مكتب هندسي وجالي اتنين اللي اتنين متسويين في الجي بي ايه هقارن بايه هقارن بال soft skills بتاعت ال الطالب ده او المهندس اللي قدامي ده فحتة المواد اللي هي بره الهندسة شوية بتحاول تديك الحتة اللي انا بقولها لك ان انت نقويلك personality بتاعتك تعرف حاجات بره الهندسة تبدأ تشوف نفسك بطريقة تانية غير زاوية الايه العلم بس نخرجك من فكرة ان انت هتطلع مهندس بتعرف واحد زاية واحد يساوي اتنين وبقيت الحاجات انت مش مهم بيها لان في السوق اكتشفنا ان ده بيبقى شيء من نوع من انواع الفشل مش هنقدر نقول انه فاشل تاوتا دي بس ما بيبقاش احسن حاجة فاحنا عايزين انك تطلع معانا احسن حاجة ان شاء الله طيب كده هنتكلم النهاردة عن ايه هنتكلم عن عن عمدا في الحاجات في الانجينيرنج يعني ايه انجينير يعني ايه 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 الهستري بتاع الهندسة التطور بتاعه جيه ازاي انت مهنتك دي تتطلب منك ايه وهجازة هنشوف مع بعض اول حاجة يعني ايه مهندس واست انجينير انجينير ده فجأة لما تجيت كده وجالك جواب التنسيق ان انت تأخلت هندسة بتتحول في وجهة نظر الاخرين ان انت بني ادم بتعرف تعمل كل حاجة بمعنى كل حاجة فعلا يجي ايه يقول لك مامتك تقول لك غير لي اللمبة دي لو قلت لها ما بعرفش تقول لك مهندس ما بتعرفش تغير لمبة مش عارف فيه مصمار عايز يدقت على دقه لو قلت ما عرفش هيقول لك مهندس ما بتعرفش تدق مصمار هو دايما الناس عندها فكر ان المهندس ده حاجة لازم يعرف في كل حاجة او في معنى اخر في الحرفيات دي بيبقى اشتر من غيره طيب تعالى نشوف بقى هل الكلام ده لي اساس من الصحة ولا لا بيقول لك يعني الكلام طلع لي اسله انه فعلا كلمة انجينيرينج او انجينير ليها اصل يعني بيه انه هو واحد بيعرف يستخدم الالة كويس وازاي يعمل كل دي اللي هي ايه المهن الحرفية طيب ده اصل الكلمة ككلمة طيب التعريف بتاع المهندس في بيقول لك ايه بقى هي المهنة بتاخد اللي هو الرياضة علم الرياضة والعلوم الفيزيائية او العلوم السوري الطبيعية اللي هي بنكسبها بالستادي او بالمذاكرة او بالبحث يعني والاكسبيريينس اللي هي الخبرات وكده طيب انا باخد العلم ده بعمل بي ايه هل بيقف عندي عند نقطة ان انا عرفت العلم وخلاص لا باخده وعمل بي ايه ابلايد بطبقه عشان اخدم بيه الناس بطريقة ان اه ايكنوميكالية يعني حاجة بدي للناس بروديكت مصنع جيدا بسعر كويس وماتيريال عالية وكل الحاجات دي كلها يبقى انت المهندس تعريفه ببساطة انه هو العلم اللي بياخد العلوم الرياضة والعلوم الطبيعية بيستخدمها لصالح المجتمع في الكونستركشن وفي الايه وفي طيب في عندك اتنين بيدرسوا الماثيماتيكال والناتشرال ساينز حضرتك في كلية الهندسة والعالم في كلية علوم طب ايه الفرق ما بينكم او ايه النقطة الفاصلة ان اقول ده مهندس وده بتاع علوم ان انت عندك هنا زي ما قلنا بتاع العلوم او السعينتست بياخد العلم ويطور فيه مالهوش تعوى بقى التطوير ده هيتطبق في الواقع ازاي لكن انت كمهندس ما بنهتمش بالعلم كعلم قد ما انت بتهتم تطبيقات العلم دي ايه وازاي احول العلم ده يبيقول لك بتاخد العلم وبتحوله بتاخد العلم وتعمل تصميم والتصميم ده بيتحول لمنتج بتشوفه الطبيعة سواء المنتج ده موبايل في ايدك فالعمل الموبايل ده مهندس سواء المنتج ده بيتنتعيش فيه وتبر ايه الانتاج بتاع المهندس بس في النهاية هو طبق العلم بشكل انت ملموس شايفه قدامك بيقول لك ايه 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 يعني هو بيسعى الى المعرفة لكن انت بتسعى للشغل ان انت تاخد المعرفة دي وتطبقها ماشي يا باش موانا تايز اللي هما الناس اللي بتشتغل مع الانجينيرين بمعنى اخر فكر كده ببساطة هل مثلا المبنى اللي انت قاعد فيه او البيت اللي انت قاعد فيه لما جينا مبداية من مرحلة ان انا عملتله كان حتة ارض فاضية لحد ما وصلت انه هو مبنى قاعد فيه ناس هل تعقل ان الانجينير واحده هو اللي اشتغل الشغل تكله ولا حواليه ناس كتيرة اوي اشتغلت معاه فقال لك لا عمري ما الانجينير يقدر يشتغل لوحد يني الحاجة المشهورة او المعتاد عليها ان الناس بتشتغل من في جروب من الوظائف طيب this spectrum includes مين بقى اول حاجة الانجينير اللي هو المهندس engineering technologists هنشوف هما مين بعد في السلايد اللي جاية والتكنيشنز والكرافت مين هنشوف كل دول سلايد عنهم هنشرح مهنتهم ايه طيب الانجينير بقى بيعمل ايه بيقولك هو الطب بتاع الموضوع ده كله who service the innovator design decision maker and leader of the engineering team طيب نشوف كل كلمة معناه ايه innovator اللي هو انا مش هعمل copy paste لكل design اتعمل لا انا هعمل innovation او هعمل ابتكار في كل حاجة شوية المرة دي عملت البيت بالمنظر ده المرة الجاية هعمله المنظر ده هكذا بحيث اني بفيه ايه innovation في الموضوع designer هو اللي هيصمم هو اللي هياخد القرار نعمل ايه وما نعمل شي ايه وهو leader بتاع كل المجموعة اللي احنا هنتكلم عليها ماشي يا باقي طيب next is the engineering technologist who assessed engineer in planning construction and operation of engineering facilities الناس اللي هما بقى technologists دول اللي هما اللي حواليك في المكتب لحد هنا احنا مخرجناش من المكتب بيساعدوك بقى في ايه في التخطيط في الانشاء في ال operation engineering facility اللي هي العمليات الهندسية اللي حواليه زي بتاع ال IT زي بتاع السيلس الفاينانشيل الحاجات دي كلها بيقولك مين include technical sales يعني انت لما بتعمل دايما المهندس لي علاقة بالسوق المهندس بيعمل product بيبيعها لناس فدايما فيه technical sales انا مش انا كمهندس هنزل ابيع بنفسي لا في حد مختص في البيع بي ايه بينزل يعمل كده construction supervision اللي هو رئيس الانشاء او كده اللي هو بيشوف بيشوف الموقع ده شغال ازاي ومين راح ومين ما راحش وهكزا برضو ما بيباش المهندس بيبى حد تحت ايد المهندس روتين product development اللي هو بيتطور لك في الروتين بتاع الانتاج بتاعك اللي هو الخطوات بتاعت الانتاج بتحصل ازاي وازمنتها ايه وكده لو الروتين ده سبت لفترات طويلة فالمنتج ده هيتراجع والمصلح ده هيتراجع وبيعملوا coordination of workforce and equipment and materials يعني مثلا لو البنة نقصوا شوية اسمان تمعرفش ايه بنعمل coordination مين هيجيب ايه وهنوصل ازاي بين ال persons والحاجة اللي هم عايزينها وكده برضو اللي بيعمل ال coordination دول هم technologist اللي بيساعدو طيب تاني حق الناس اللي هم ال technician اللي هم specialized in methodology devoted to accomplishment in practical objectives يعني بمعنى اخر الفرق بين technician وcraftman هنقوله دلوقت لانت technician ده حاجة خاصة بها مهندس يعني تحس انه هو مهندس بس بالable practice مش بالعلم طب زي ايه زي انت مسلا زي بيقولك including drafting drafting ده اللي هو بيرسم الشغل بتاعك يعني انت في الكلية بتاخد design بتيجي تدي design ده تحوله draft كده او رسمه بايدك على ورقة وتديها للرسام في المكتب هو اللي هيرسمها لك على الاوتوكاد وهو اللي هيطلعها لها فده بني ادب محتاج قدر شوية من العلم بس دي يعرف في استخدم الاوتوكاد وكده فبالخبرة بيبدأ يعرف حاجات خاصة بالهندسة شوية. دول اللي هما بتوع المساحة اللي انت بتشوفهم في الشارع ساعات بيبواقفين بحاجة كده مسلسة واقفين يشيروا يبصوا في حاجة زي الكاميرا الناس دي كلها بتوع المساحة بيبقوا آآ طريقتهم دي. دول آآ دول برضو تبع المهندسين. مش عارفة اللي هما ناس لها قادر من العلم الهندسي شوية. بس مش واخدين كلية هندسة. الكرافت من دول بقى اللي هما احنا بنتكلم بايه في الصناعية او الحرفيين. اللي هما produce the materials are skilled workers who produce the materials and products or facilities specified by the design. include electrician وكاربنتر والدر ماشينيست and model builder. اللي هما البنيين الكهربائية الكاربنتر اللي هما النجارين كده اللي هما الحرفيين. بيقولك عادة الكرافت من دول ما بيقبوش آآ متعلمين تعليم عالي او واخدين فوق الهاي سكول. لا بيقبواخدين الخبرة بتاعتهم نتيجة التريننج او التدريب منو هما صغيرين بيشتغلوا الشغلانة دي. ماشي باش موانسين دول الناس اللي بيشتغلوا معا. طي. طعلا بقى نتكلم عن history of engineering او تاريخ الهندسة كان ايه او بداية الهندسة شوفناها فيه. pre-scientific revolution اللي هو ما قبله الثورة العلمية. تاني حاجة industrial revolution او الثورة الصناعية. second industrial revolution information revolution. دول كانت point ناقلة في علم الهندسة كل حاجة من دي حصلت. حصلت نقلة في علم الهندسة. تعالى نتفرق كده على slides اللي جاية ونشوف ازاي ايه اللي حصل في كل دول. بيقولك engineering in early civilization. بيقولك اول حاجة achievement تحقيق حصل للهندسة. لازم ننسبه لمن? لحضارة ما بين النهرين اللي هي الوقت اسمها العراق. ماشي? دول عملوا ايه عشان نقول كده? عملوا الكارتة اللي بعجل. ودي بالنسبة لهم كانت اختراع اول حاجة حد يبدأ يفكر بشكل هندسي او نعتبره ده اول شكل هندسي احنا شفناه في التاريخ. لما ننتكلم على ما قبل بقى الهندسة وما قبل العلوم وكده ما ننساش طبعا يعني الانشنت ايجيبشن او اللي هما الفراعنة كان ليهم. ده مش عشان احنا مصريين. ده حاجة فعلا في الكلام يعني في العالم كله معترفين ان دول كانوا اكتر ناس عارفوا الهندسة واشتغلوا بيها من غير ما يعرفوا العلوم يعني عملوا الهندسة قبل ما يعملوا علوم الرياضة والفيزياء والكلام. مشيه The Engineering Furner held top possession as trusted advisor to Egyptian of the Egyptian kings. بيقولك المهندس بالنسبة للقدماء المصريين كان بيوصل ان هو يبا من اقرب الناس للفرعون المصري او للملوك المصريين القدام. The man who held this possession was a general construction expert who was known as king's chief of works. هو بيقولك ان هو بتاعه كان اسمه chief of works او رئيس العمالة. طيب. This ancient engineering practiced the earliest known form of surveying developed irrigation system. بيقولك الناس دي او الناس تعاملوا في علم زي المساحة وزي irrigation system او اللي هو آآ system نظام انظمة الرأي يعني تعرفوا ازاي يجيبوا المية من نهر النيل ويودوها الاماكنها عشان يقدروا يعملوا زراعة وحاجات زي كده. طيب سيرفيينج دي هما عملوا ايه? عشان نقول عليهم خدوا سيرفيينج او اشتغلوا بعلم المساحة. بيقولك ما كانش ساعتها حتى في سنتيميتر ولا متر ولا ولا اي حاجة من الكلام ده من الابعاد دي. هاو ما عملوا جابوا حتة حبل. حبل من اللي هو القديم ده الخشن. وبلوه في المية. وطلعوه نشف. وبعد ما نشف قطوه بالواكس او بالشمع. فبقى عندنا وحدة طول هي مش عارفين هي اسمها ايه? بس هي بالنسبة لهم كانت وحدة طول بياخدوا بيها اطوال. وعشان كده قلنا ان هما تعاملوا في التصميمات بتاعتهم بطريقة هندسية صحيحة لان هما بدأوا ياخدوا وحدات اطوال ويشتغلوا بالطرق دي. فده اعتبرناه اول تفكير حد يفكر العلم المساح. طيب. وايه اللي حصل كمان? قالك ان هما كانوا بينقلوا الحاجات التامبلس والحاجات دي المعابد والاحجار الكبيرة والكلام ده باستخدام الطفو في نهر النيل. كان بينقلوا من اسوان للقاهرة خلال الطفو في نهر النيل والكلام ده. خلي بالك برضو ان الكلام ده زمان كانش يعني فوق الخيال. لان لا كان فيه ارشميدس ولا كان فيه قانون طفو ولا كان فيه الجزء المساح يسوي حجم المية ولا الكلام ده كله خاص. هما اخدوها بالممارسة وكده بدأوا يعرفوا شوية حاجات. كانوا بينقلوا الكلام ده بالاحبال والرافعات والكلام ده. فبردو كان فكرهم يحترم جدا. بيكلم لك بقى عن البيرامت اللي هي الاهرامات طبعا. بيقول لك انها تبنت بطريقة يعني دقيقة جدا. ويعني لو فكرت بفكر ان كل الكلام ده زي ما بقول لك قبل ما يختار علوم الرياضة وعلوم الفيزياء وكده. وان ازاي حصل في الاهرامات بالطريقة دي. ما تشوفش الاهرامات على انه قطعة حجر مرسوسة فوق بعض. لا الاهرامات متفرغة من جوه وفي اماكن ما يصلهاش هوا عشان الممي اللي جوه ما تبصش واوا واوا الى اخره. لا فكر متطور جدا يمكن دلوقتي لو حاولنا نعمله ما يتعملش بنفس الدقة والكفاءة اللي حصلت ايام زمان. ماشي يا باشمونستين? طيب. او الثورة الصناعية دي بقى حصلت امتى? حصلت في اوائل القرن الثامن عشر لأوائل القرن التاسع عشر. هنا بدأنا نفكر ان احنا نريح البني ادم شوية. وبدأنا نحل محل المسلز الهومن مسلز او ان انت مثلا الكاريتة كانت بتتجرب بالانيميلز او كده. لا بدأنا نفكر ان في حاجة اسمها ستيم او بخار حرقنا القطر بالفحم الكلام ده كله ده اللي هي الثورة الصناعية الاولى. ماشي. بيقولك انجريزينجلي باورد باي ستيم انجينز تارتد تو ريبلايس مسلز مسلز ان بروداكشن. يعني حطينا بديل للانسان اللي هو قوة البخار فبدأنا نريح الانسان. طيب. ساكند اندستريال بقى امتا بيقولك بعد الحرب العالمية التانية. بدأوا بقى بتوع الكيميا وبتوع الكهرباء والحاجات دي. بدأنا نشوف الكهرباء ونشوف العربيات ونشوف الطيارات. والتليفونات اللي هو حجم الانتاج بدأ يزيد. ماشي يا باش مانسين? طيب. الحاجات دي بقى الكهرباء لما طلعت والتلي كومينيكيشنز والحاجات دي دفعت معظم بتوع الانجينيرينج لقدام شوي. طيب. اخر حاجة او اللي احنا لسه فيها الحد دلوقتي اللي هي بيسموها الثورة المعلوماتية. او الانفورميشنز بتاع الريوليوشن. ده بقى الانجينيرينج هنا بدأ يبقى ماتيور يعني ناضج. او بعد الحرب الناس بدأت تفكر بشكل هادي شوية ما عادش في حروب بتضمر شعوب ولا كده. فالدنيا بدأت ايه تهدى? بدأنا نتدور بقى في ايه في الكمبيوترز والتلي كومينيكيشنز والحاجات دي اللي هي الاتصالات والمايكرو والحاجات دي. ان احنا من ان احنا كومبيوتر في ثلاث قوات بدأنا نحاول نصغره 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 الاتصالات بدل ما كان عشان تتصل من هنا لاخر الشارع مش عارفة تاخد قد ايه بدأنا نحاول نطور الحاجات دي كلها لحد اللي احنا وصلن له دلوقتي اللي هو لسه الكلام ده كله لسه في ايه شغلة عليه ولسه فيه طيب. بتاعت الانجينير انت اهميتك او ايه الحاجة بتاعتك او اللي المفروض تفكر فيها وانت بتشتغل مهندس مسئولياتك ايه لازم وانت بتصمم تصمم حاجة سيف. ماشي? سيف يعني ايه? يعني ما تبنيش مبنى ويقع. ما تديش موبايل مثلا فيه اشعة ضرة بطريقة تضر وانت متأكد انها بتضر. لا يبقى يبقى فيه لكل ايه ضرر على البابليك ده. يعني رفاهية المجتمع. انت لو فكرت فيك مهندس سواء مهندس ميكانيكا كهرباء آآ مدني عمارة كل دول بيشتغلوا في الرفاهية دي. بمعنى ايه? بص لبني ادم عايش في صحرة. بص لبني ادم عايش في مدينة. وشوف ده عامل ايه? وده عامل ايه? فرق هنا عن هنا. هو المهندس. المهندس هو اللي بان البيت. هو اللي وصل الميا لحد البيت. هو اللي جاب لك كهرباء. هو اللي عامل الاتصالات بتاعتك. هو اللي بيدور بيطور النت. كل الكلام ده ما هو الى رفاهية مجتمع. فانت برضو دي من المسئوليات بتاعتك. بمعنى ان احنا ساعد بنعمل تصميم لحاجة زي مصنع او 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 الى اخر. ما ينفعش اعمل المصنع وانا مش عارفة بتاعت المصنع دي. هتروح فين? لازم احول الحاجات دي لحاجة امنة ان انا اعرف اتخلص منها بطريقة امنة ما ابوصش البيئة اللي حوالي. اللي هي بيقولوا يعني زي ما بتقول كده ايه? ان انت تسيب المدينة خضراء. يعني نظيفة. ما ينفعش ان انت تلوص منطقة اللي حواليه. عبايد باي. لازم المهندس يبع عنده حتة عالية لان انت الاخلاقيات والكلام ده لان انت يعني فيه ارواح هتروح لو الاخلاقيات بتاعتك دي مش موجودة. يعني لو بنت بيت وغشت فيه الناس هتقع عليها البيوت دي. لازم تبقى مقيد باللوائح والقوانين والحاجات دي بحيس ان انت ما تقزيش. يعني لما بتيجي تصنع حاجة لازم تفكر فيها نهاية بليها ادكويت بريفورمانس يعني كفاءة معقولة. يعني الكاست ميباش مبالغ فيه او تمن السلع مش مبالغ فيها بالنسبة للافاشنسي بمعنى ايه? بمعنى انت عندك عربية مية تمانية وعشرين بعشر تلاف. وعندك عربية فراري بخمسة ستة مليون. الفراري دي قدام الخمسة ستة مليون والمية تمانية وعشرين قدام العشرة تلاف. فدايما البرودكت بتاعك بتحديد سعره على اساس بتاعه. ما ينفعش يعني دايما لما حد بيجي برضو نفس بتشتري عربية لو انت بتبص لها من ناحية بتسأل قطع الغيار بكام? وبتستهلك بنزين قد ايه? مش عارفة ايه? فلازم في بتاعك تبص لحتة هيتصرف عليه قد ايه? تشغيل البرودكت ده انت شغال بتصرف عليه قد ايه? بتاعك بيصرف قد ايه? دي اللي هي اه سلعة معمرة او اللي هو قوة احتمال. يعني بليها عمر. ما اشتريش السلعة النهاردة. تاني يوم الاقيها بازت ايه? فلوسة. طيب ايه قيمة شغلانتك كمهندس? انت انت زي ما قلتلك اللي بتعمل تطور للحضارة. زي ما قلتلك كده نفس الاجزامبل? انت انقل نفسك من الصحراء للمدينة فتعرف انت دورك ايه? انت دورك ان انت تحاول حياة الناس للحضارة اللي انتو شايفين. دول اللي هي البنية التحتية اللي هي مواسير المية مواسير الصرف خطوط الكهرباء خطوط التليفونات ده اللي هو الحاجات اللي احنا مش شايفينها تحت الطرق اللي احنا ماشيين عليها. اللي هو الاتصالات بين البني ادمين. زي التلفزيونات زي الموبايلات زي العربيات الحاجات دي كلها. دي كلها برضو اللي بيصممها واللي بيصنعها. طيب ايه بقى? احنا في الدنيا عمتا ما ينفعش نسيب كل بني ادم لضميره هو درميره. كل مهنة ليها فريمورك. يعني ليها فريم كده بتمشي جواه عشان تبه ماشية صح. يا اما تخطط الفريم ده هتدخل في سينو جيم زي ما بيقوله او هتساء القانون. طيب ايه بقى? الكودز اللي احنا بنمشي عليها دي بتضمن ايه? بتضمن لك ان انت تسيب البابليك دول او الناس عمت عمت الشعب في سيف. و زي ما بقولك تنتج منتج بيشتغل كويس. طيب. عمثلة للاكواد دي ايه? example of the first structural design code. code اسمه the code of هامورابي. و code of ethics اسمه conflict of interest. دول اكواد المهنسين بيبو ماشين عليها عشان ما يسألوش قانون. طيب هنقولك برضو ايه نعرفك كده سريعا بالتايتلز يعني الانجينيرينج ماجر تراتيشنز اللي هم التخصصات بتاع الانجينيرينج عمتا اللي انت عارفها اللي هو مهندس المدني. مهندس البيئة. ميكانيكا المهندس الميكانيكا. الكهرباء. الكمبيوتر. الكميكال. المهندس الكميائي. ارتيتكشورز اللي هما بتوها اه عمارة. كونستركشن انجينيرينج. طيب. في حاجات برضو بس مش معروفة قوي اللي هو بايو انجينيرينج اللي هو المهندس بتاع الدراسة اه كيميا الحيوية والحاجات دي. اللي هي بتاعة المباني. ده تخصصات برضو مش مشهورة قوي بس موجودة في بعض الهندسات. اللي هو بيدرس تطور الماتيريال والرو ماتيريال والحاجات دي. اللي هو الوراة الحاجات. فانكشن اف انجينيرينج يعني وظفتك ايه. ايه بقى دي? اول حاجة ريسارش ديفلوبمنت ديزاين بروداكشن كونستركشن اوبراشنز سيلز ان مانجمينت. ماشي اللي تحت ده هو الفانكشن بتاعك او وظفتك. طيب هنتكلم على كل اللي جاي. الريسارش ده بقى بيقولك ايه? يعني ده اللي بيبحس على معلومة جديدة تطور الصناعة بتاعته. بمعنى اخر يعني انا عشان قديمة شوية فحضرت الموبايلات اول ما طلعت طلعت سنة خمسة وتسعين ستة وتسعين حاجات كده. كانت حاجة كبيرة قوي. دلوقتي الموبايل اللي في ايدك ده اللي هو اللي فيه التوتش والكلام ده وكان زراير وكان شبه التليفون اللي سلكل اللي معك دلوقتي في البيت. فهل من خمسة وتسعين لحد ما مسلا الفين وعشرة او الفين وسبعة كده بدأ يباني التوتش ده. اسم الاثناشر سنة ده عشان يوصل من الموبايل بزراير لموبايل توتش ما كانش فيه ريسارش بيحصل. لأ طبعا ان كان فيه حاجة حد قاعد بيعمل ريسارش ازاي اطور المنتج اللي في ايدي بقى. فالريسارش ان انا ببحث في العلوم عشان اوصل لمعلومة جديدة اعرف اطور بيها المنتج بتاعي. طيب الديفلوبمنت بقى انه هو بيستخدم النتيجة اللي وصل لها علميا انه هو بحاجة يسفل في البروداكشن بقى. ان انا اخد الريسارش. الريسارش بيقف عند ان انا وصلت المعلومة. الديفلوبمنت بقى باخد المعلومة دي وازاي استخدمها في البروداكشن بتاعي واني في بطور المنتج بتاعي. طيب الديزاين ان انت بتاخد بقى الحاجة اللي انت وصلت لها دي اه المعلومة مع التطور بتاعها وتحطها وتعمل لي ديزاين للبروداكت لسه كل ده على الورق. طيب البروداكشن بقى ايه? ان انت بتحول الديزاين ده لمجموعة من الماتيريال وبروداكت ان انت تدخل الديزاين ده او التصميم ده لمصنع عشان البروداكت. طيب الكون ده ايه? اللي هو بتاخد بقى الماتيريال. بلاس بيقولك the process of translating design and materials into structure. يعني بتاخد تعمل دمج بين التصميم مع الماتيريال اللي انت اخترتها وتبدأ تبني مبنى او facility such as buildings, highways اللي هما زي المباني زي الhighways زي الpower and communication facility. يبقى بتاخد هنا الدزاين مع الماتيريال وتطلع بمنتك. ده الconstruction او الانشاء. طيب الoperation and engineering means the application of engineering principle performance of practical work engineers is probably involved in the operation utility companies. يعني ايه بقى? ده مرحلة التشغيل. ان انت خلاص اديت للبني ادم اللي قدامك او للكاستمر بتاعك او للبابلك هنا. آآ highway او كده بتجرب الhighway ده وتتأكد من السافتي بتاعته والperformance بتاعته وبقى هكزا. المرحلة بقى اللي هي خلاص الحاجة بقت موجودة وبنشتغل. السيلز بقى زي ما قلت لك دايما المهندس بيدنتج منتج عشان يبيعه. فآآآ لازم بعد ما بنوصل للمونتج بنوصله للكاستمرز عن طريق السيلز. دايب السيلز ده دايب بيعمل ايه? بيشوف الكاستمرز نيت. بيحاول يرجع تاني لبتاع الرسارش ويقول له الكاستمرز نيت كزا. فبنبدأ اكننا في سايكل ايه? مغلقة. بنشوف احنا الناس عايزة ايه? ونبدأ نطبقها لها تاني وندخل في نفس السايكل بتاعي. management بقى ده الادارة او البني ادم بتاع الادارة. possessions and many industries are occupied by engineers. they are responsible for the solution of problem of policy, finance, organization, public relations and sales. في حاجة اسمها في كل بروجيكت واحد بمهندس اسمه project manager. project manager ده خاص بايه? بانه هو يحل المشاكل الخاصة بالسياسة والفاينانس اللي هما الحسابات والتنظيم. انت هتخلص شغلك في الوقت الفلاني بعديك هيبدأ ده. هنشوف ده عمل ايه? هنشوف ده ايه? لازم في واحد فوق كده من بعيد بيبص على المنظومة شغالة صح ولا غلط. وعادة اللي بيبص على المنظومة من فوق ده بيبقى مهندس برضو. لحد هنا احنا خلصنا المحاضرة. ان شاء الله عايزين نتفق مع بعض عالم عاد نتقابل فيه. عشان نشوف هنعمل ايه او لو حد عنده اسئلة في المحاضرة. انا ان شاء الله هنتكلم فيها يعني. بس عشان انتو ستة جروبز زي ما انتو عارفين. فصعب نعيد الكلام ست مرات. فاتمنى منكم يعني ان انتو تبدأوا تشوفوا معادي مناسب وتتواصلوا معايا سواء على الايميل سواء باي طريقة. اه مع مندوب الدفع اللي هو فارس اللي كلمني. ياريت يعني تدولوا معادي. اه نتقابل على تيمز اونلاين في معادي. بس ايه? الستة جروبز مع بعض. او الناس اللي مشتركة في المادة مع بعض. في حاجة اخيرة عايزة اقولها بالنسبة لتنظيم المادة يعني انه هو كده المادة من مية درجة. ستين على العشرين اعمال سنة عشرين في الساكيشن. اه وربنا يسهل يعني وان شاء الله تيبقى مادة لطيفة وكل سنة وانتو طيبين وشكرا.